ما تيجي نتكلم عن الكشف الأسري الجديد؟ تمام، الكشف الأسري اللي تم بالأمس اللي تعاليات عنه وزارة السياحة والأثار وكان مؤتمر صحف كبير جداً حضره ما يزيد عن 200 وسيلة إعلامية وكمان حوالي 50 سفير من صغراء الدول المختلفة في مصر وكمان محافظة جيزة السيد اللواء أحمد رشد ويأمين عام مجلس على الأثار والسيد أحمد عيسى وزير السياحة كان كشف مهم جداً وهي أهمية الكشف أنه هو زي ما حق ذكرت جداً فيه عندنا ورش للتحنيط التحنيط دوت بيشغل العالم كله يعني ممكن فترة طويلة الناس يقول لك ده التحنيط دوت سر من أصر مصر وحضر المصري القديمة مصرين مش كتبوه مصرين مش عارفين بعض الناس زادت أكتر بقى في موضوع لك ده المصرين كانوا بيأتروا المحنطين عشان ما يوريش السر دوت للناس لا، ما كانش بيأتروا ولا كانوا بيعونوا حاجة إحنا عندنا كمان برديات من الأسرة 21 أكمل برديات تكلمت عن التحنيط بس إحنا لسه يا دكتور ما اكتشفنش السر برضو لا، إحنا اكتشفنا يعني أعوزه لحضرك أكتر من 90% من السر اللي بتاع مصر القديم بسبب الكشوف الأسرية اللي بتتم والاكتشافات الأسرية والبعاثات اللي شغالة بالزاد في منطقة سققرة لأننا حرج لحضرتك لـ 2018 بدايتها كان برضو بيعثة مصرية ألمانية مشتركة بيرأسها دكتور مرحوم رمضان بدري حسين عصرت على أول جاء ورش التحنيط في منطقة دي بترجع للعصر الـ 26 و 27 عصر فارسي في المكان دوت والأواني اللي عصر عليها والمواد اللي كانت جوها الأواني دي تم تحلها عن طريق برضو علماء من المجلس القومي للبحوث المصري مشتركين مع علماء الأسار وتوصلنا لمحتوى هذه الأواني المواد والزيوت والراتنجات والحاجات المكتوبة بل وجدنا بعض الأواني تحتوي على مادة معينة للتحنيط ومكتوب العضو دوت يحنط به اليد يعني كل منطقة في الجسم ليها مادة معينة ده الجديد اللي تم إعلانه من حوالي 3 شهور بعد دراسة مستفيدة تم إعلان الكلم دوت بل احنا قدرنا نحدد بعض المواد كانت موجودة في الأرض المصرية وبعض المواد الأخرى كان بيتم جلبها من أفريقيا والبعض الآخر كان بيتم جلبه من أوسط أسيا والبعض الآخر من هذه المواد المستخدامة في التحنيط كانت موجودة في منطقة حضر البحر المتوسط عشان كده حيجب تقول إن احنا وصلنا تقريبا لتسعين في المئة من سر التحنيط لما الكشف اللي هو بالأمس دوت ماتنين من أكبر ورش التحنيط اللي هي برضو بتالجها لنهاية الأسرة 30 وبداية العصر البطلمي المبنى موجود بالتأسيمات الداخلية بتاعته بأسرة التحنيط اللي يوضع عليها الممياء أو الجسد أسناها من التحنيط نفسها ثم عدد كبير جدا من الأواني اللي برضو بتحتوي على مواد التحنيط المواد الاستخدامة من مصر القديم في فكرة تحنيط الأجساد ثم كمان عندنا عدد كميات كبيرة جدا من الكتان اللي هو كان بيستخدم كلفائف على المميوات لعزلها عن الجو الخارجي اللي حفاظ عليها ضد البكتيريا والفكريات وغيرها ثم كمان عندنا الأكتر من كده إن واحدة من ورش دي كان بستخدامة في تحنيط الحيوانات مش بس الأجساد الأدمية كمان الحيوانية